قولي لولدك يمشي عند أخو أحد أخوية من البوايد المعلمة قلت أخوية مع أخوية دانيل كازا دا ما بغيت تكسهر لي فهذه المرحلة هاد النقلة من المراكش للدار البيضاء أشنو عشتي فيها كان أخوية أهنايا حيش عند واحد المعلمة في سباتك مشيت طال قرقة بتان غنيتان شوف كناو ما كانت في العمر ديالك ديك الساعة؟ كانت دي شي 14 ولا خلصت شت شي معلمين جابتني للحظة ترجعت عندهم قرقة بي ترجع تنضرب القنيبري عندهم شتوم ديك الساعة واني تنمشي تنشوف هذا كتير دير هذا كتير دير ولكن العصف يعني يا دي كلافرات قدير صبعان من بعد الدكتات واللي قاسحة نعم كان يتحفروا لديه كان يتحفروا لديه هكذا لأنه ليس ساعة واني تنضرب القنيبري قبل قامة يتجوج الواليد واني تنضرب قنيبري ما هو واني كان أخراك واني ساعة كنت أخبرني هناك انه يتجوج لوطرا واني اضرب قليلا واني تنضرب قليلا واني تنضرب قليلا فترين وكفي نتجوج وكفي لا تنشوف وماذا أعلمك فى طبعه نعم واني قالت واني وضرب اخوة واني تحفروا لديك معلم جيلات في الفراجة ماذا تعلمتي قبل؟ القراقب أو الهجهوش القراقب والفراجة والفراجة وطبل هذا جيلات هذا جيلات